تعلمت حين كنت صغير عائل الآن أن أعيش متصالحاً مع ضميري الفي قلبي بقوله ياخي جيب لشيخ جيب لي خطيب جيب لي منبري يمدح أعداءه أحياناً ومنتقصيه ولاعنيه ويستشهد بهم لماذا أفعلها؟ عشان أتصالح مع ضميري لما واحد سبني وزندقني استفدت من المعلومة بذكر اسمه كمان أنا مش كذاب بقدرش أكون كذاب فهمتوا؟ عشان هيك أنا مرتاح وسعيد وإن شاء الله مفتوح علي بإذن الله تعالى الله بزيدني في أشياء كثيرة لأني صادق مع ضميري حتى مع الذين زندقوني وكفروني وطالبوا بدمي حين استفيدهم كلمة أذكرهم على المنبر خيل من يفعلها في هذا الزمان الأخبار؟ كنت في الإمارات سجلت صحوة التقيت بفلسطينيين ومصريين ومن جميع الأجناس وأقباط ومسلمين حدثوني عما يعيشونه في الإمارات من الحدل والحدالة واحترام إنسانيتهم وحقوقهم الشيء الذي حقيقة أبكاني أقسم بالله أنا بكيت قلت شيء عجيب وأنا تمنى هذا تمنى هذا لكل دولة مسلمة وأفرح به روحت في الصحوة أجل عرفة جبارك الله فيه أخي أحمل سألني سؤال قلت له الإمارات حسب ما شفت جن جنون الذين لهم حساب سياسي مع الإمارات من ذوي الإسلام السياسي ونتعرفينه منهم الإمارات فيها ربما أكثر من تسعين في المائة مما تتمناه كل دولة ومما يتمنىه كل مسلم أن يكون دولة للناس تعيش فيها ما رأيكم يا حبيبي؟ طبعا ليست كاملة عليها مؤخذات مثل كل دول العالم برطانيا مؤخذات النمسا مؤخذات ولا ما صحيح في الأخير أنا بقولكم اللي يستضيفني وبعطيني فرصة أن يتكلم عرفوا أن هذا زلمي حارون شموس رأسه ستين سيف مش حيحكي إلا البيئة من بي أنا هيك ويمكن عشانك ربما أعطيه الثبات والقدرة أني أحكي إلا في قلبي لأنني مش طالب مصالح طالب مصالح بيعرف تماما وين يوجه حديثه ولا مصحيح وعلى فكرة ويصير متخندق أنا أفعل هذا لأنني ليس سياسي ومش طالب فلوس مش مهتم ومش طالب شهرة بكرهها واضح بكرهها مبحبها عشان هيك الله أعطيني هذه الحصانة والقدرة بصراحة هؤلاء اللي بتكلموا بكتبوا أمرؤ حجيجوا نفسي يوم القيامة أنا فرحان لا كذب عليك في آخر سنوات أقسم بالله بقول يا ربي ما أكرمك علي في حياتي ما صدقت نفسي إن أنا قبل مني ركعة واحدة أصلا بالله ولا خطبة واحدة ولا كلمة واحدة ما رايك في حياتي ودارس الدين وعرفتني أنا وأعرف كم هو الإخلاص عزيز وأن الله ليتقبل إلا من المتقين إن شاء الله نكون منهم جميعا لكن صعب أن تشهد نفسك بهذا فلا تزكوا أنفسكم بس في شغلة واحدة أصبحت واثقا بها الحمد لله وأقول لعلها تكون طريق الممهدة السريعة القصيرة إلى الجنة بإذن الله والرضوان حديث الناس عني بالباطل ما تركوا شيء إلا قروف العبد الفقير أربع ومشين ساعة لا إله إلا الله والحمد لله الله مكنني من ألا أرد بس مع مسبتي وتكذيبي والعدوان علي والإفتاء بحقي ولا أرد ولا أتكلم وعندي لسان بفضل الله مبري وطوير وفصيح أستطيع أن أرد على أي واحد وأن أبكيه أستطيع كل من تكلم فيه والله أن أتكلم عنه جمل قصير أجعله يبكي لكن ما أفعلها بفضل الله أنا أدفع بالحسنة السيئة والحمد لله وما أصبح سبحان الله وديدا لا يزددون فيها إلا بغضا لأنهم أصحاب هوا وأصحاب مصالح أو أو متخندقون من الجيوش الإلكترونية المطلوب منها أن تخوض هذه المعركة هذا الصوت لا ينسبنا هذا الصوت خطر علينا أعتقد أن أكلمت أكثر من الكفاية وأكثر من اللازم في توضيح موقفي وحقيقة حالتي